وبدقيقة أخ سامحي إحنا رح نختم الحلقة إذا ممكن تقدم هذه الحياة لكل مشاهد محتاج الحياة الأبدية بقول لكل أحباء المشاهدين نحن أموات بسبب الخطيئة المسيح جاء الذي فيه الحياة مستعد أن يعطيك هذه الحياة إذا طلبت من قلبك إذا كل مشاهد من أحبائنا طلب من قلبه حتى لو لا يؤمن بالمسيح فقط يصرخ من الله لله يقول له يا رب أنا ميت أنا خاطئ أنا مش جادر أوجف خطيئة مش جادر أوجف سقوط أنا متأكد أن الله يريد أن يعطي الحياة لأنه هو الوحيد الذي يقدر أن يحيي والمسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وكل من يؤمن به لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الحياة الأبدية آمين أخ سامح يعني خصارة أنه هيك الوقت أزف ولكن بنعمة رب رح نكون في حلقة أخرى مع بعض إخوتي وأخواتي بتمنى من كل قلبي أنه يعني فهمت هذا الموضوع إذا عندك تساؤلات بكل صرور منحب نسمع منك يعني إحنا لما نتكلم عن يسوع كلمة الله إحنا مش بنتكلم على مخلوق يعني قال الله كن فيكون لأ نحن نتكلم عن الخالق أو علة الخلق وهو اللي جاء حتى ومكتوب أعطانا حياة أبدي وأعطانا البصيرة الروحية وهي الحياة من خلال معرفتك للرب فأنت بتتغير وتأخذ هذا الحياة ومش أي حياة هي حياة ذات الله نفسه حياة ذات الله لأنه الإنسان خالد فقبولك ليسوع المسيح عندها تتمتع بالحياة الأبدية نعم في هذه الحياة لابد أن تواجه الألم والضيق والإطغاض ولكن عندك حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية الموت هي مجرد انتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر فأنا بصلي من كل قلبي أن تقبل الكلمة وأن تقبل الإبن لألا يغضب وتتوج ربا ومخلصا على حياتك الرب يباركك اشتركوا في القناة